موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقتنا الأولى من برنامج حكي المستفز هذا البرنامج المستفز في تعابيره يبدأ الانطلاق من المسجد الأقصى من الاقتحام والاعتقال والسحل وضرب النساء اليوم لفضاء العرب نتحدث بالحديث المستفز شاهدوا هذه الصور مشاهدين الكرام لمسيرة قد اختطت في مدينة الكدس وقد اقتحمت ثم نساء يضربنا ثم حديث عن الاعتقال والتدنيس والصلوات التلمودية المغرقة في الزمان ثم الحديث مستفز كان العرب يغضبون عندما يخرجوا بعضهم للحرية فيقتلون كما جرى في رابعة العدوية ويمكن أن نذكركم بالصور يمكن أن نتحدث عن الشام اختلفنا أم اتفقنا لكن على الأقل شاهدنا براميل البارود تقتل عن بكرة الناس تزيل على الأقل بيوتهم وأطفالهم ونساءهم ثم يقولون العرب لا يستفزون إلا من أبناء جلدتهم وإن شئتم فتحدثنا عن اليمن التي غرقت أيضا في سحابة الموت ليس مهما أين تقف أو من تؤيد أو من مع تقف لكن على الأقل العربي ما زال يقتل العربية بالبارود وبالنار وبالهجمة القاتلة المميتة ونسأل متى يستفز العرب على الأقل العرب يستفزون كما الحال في ليبيا ضرب وقصف لكن عندما تتحدث عن الغاصب والمحتل يخسقت العرب في مساحات من الظلمة التي لا يريدون معها أن يشاهدوا بعضا من صور قاتلة تخرج إليهم من بطن أعدائهم ليس المطلوب أن تقاتلوا سادة العرب بل على الأقل واشوشوا أعداءكم بأنكم قد غطبتم ساعة الدول والعواصم والعرب الذين اختاروا مساحة من التطبيع كما شاهدنا على الأقل سفرات تفتح ومساحات من التطبيع تنطلق وبعض العرب يسبحون بحمد إسرائيل على أنها مملكة تذيب ما تبقى من جبود الخجل متابعين الكرام بعضنا تحدث عن الكدس بأنها ليست منا وكأن الحديث المستفز على الأقل لا يغضب كثيرا من أمعاء قد استهوت أن تكون ضميرا في عالم العرب أهلا بكم في هذه الحرقة متابعين الكرام ونبدأ بالصور الصاخبة بالطبع موسيقى اشتركوا في القناة هذه الامرأة لم تفعل شيئا سواء رابطت تواجدت وقالت للغاصبون الذين أصروا على الصلاة في المسجد الأقصى باللغة التلمودية لا يمكن أن تكونوا وحدكم نحن أهل المكان وخاصته شاهدوا المرأة التي ضربت كيف ضربت وكيف سحلت وكيف تعامل معها الغاصبون على أنها ليست من حرائر العرب هنا ليست المطلوب ليس المطلوب من العرب القتال وإنما على الأقل أن يتمعر وجههم بالحد الأدنى لما يفعل بالفلسطينية على بوابة المسجد الأقصى شاهدتم كيف كانت الجريمة شاهدوا حدقوا في وجهها جيدا تلك الملثمة المنقبة الطاهرة العفيفة التي قالت على الأقل بكل وجهة أين العرب؟ أين العرب؟ في فضائهم؟ في حضورهم؟ في تفاعلهم؟ في وجودهم؟ في حزنهم؟ في غضبهم؟ ليس مهما أن تحقدقوا في وجوهنا لكن انظروا أيضا في وجوهكم كيف ستستهون قتل بعضكم وتصمتون عندما تمس نساوكم؟ كيف تستمرئون دم بعضكم وتصمتون عندما تمس على الأقل أمهاتكم؟ كيف تنطكون بالقسمة والانقسام والوجع وتفاصيل الداخل دون على الأقل أن تكونوا للغاصب يكفي؟ استفز العرب فقتلوا بعضهم وعندما استفزوا مع الأعداء فتحوا سفارتهم شكرا عرب ننتقل متابعين الكرام إلى فيديو آخر هذا الفيديو الذي يوثق بدء الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى صلوات اقتحام كبير للمسجد الأقصى حديث عن الاستمرار في الاقتحام ونفتالي بنت يتحدث اليوم مستعليا مستكبرا قائلا بأن الاقتحامات ستستمر حاجز الثلاثة آلاف من المكتحمين للمسجد الأقصى المرة ينبطحون على بطونهم يصلون صلاة المتمكن من المسجد الأقصى المرة يتواجدون في داخل مسجدكم على الأقل ثم ينشدون ستتابعون الصور ينشدون أناشيت تكفاح السلام الوطني الإسرائيلي يتحدثون عن الملكية والهيكل ويتحدثون عن الوجود وتحدثون عن البراكة على أنه المبكى ثم يتحدثون عن الساحات بأنها موطنهم والهيكل والخراب والحديث عن عودة مطمئنة للمسجد الأقصى ليست المشكلة أن يسيطروا على المسجد الأقصى فهذا على الأقل دأب الاحتلال في المحاولة لكن المشكلة فينا نحن نحن الذين تصهين بعضنا بعض العرب أن أتحدث وبعض الفلسطينيين الذي بات لا يرى على الأقل وجعه المغرق فيغل أيضا بالوجع نتقاسم نتقاتل ثم تحدث الفتنة بيننا ثم يغادر الناطق فينا في مساحات من الموت كأننا لم نستشعر بعض عدونا نرقص نفرح نسجل نطرب ثم عندما يكون الحديث عن الوجع نشيح الوجوه كأن الصورة ليست من صورنا وكأن ليس المأتم من مآتمنا هذه الصور المستفزة في حديث مستفز ليس الحديث عن الضمائر والاستفزاز والغضب وإنما الحديث عن ترميم بعضنا بعضنا الذي تآكل على الأقل عندما الحديث عن وطن تنهاشه خفى في شغى الأمن مشاهدين الكرام ننتقل إلى فيديو آخر يمكن أن تشاهدونه الآن عند الحديث عن الصلاة الصلاة المقدسية المختلفة الصلاة المقدسية تشاهدون الصلاة المرابطة الصلاة المرتفعة الصلاة الغاضبة الصلاة المتواجدة الصلاة التي لا تخاف الصلاة التي يطلق عليها الغاز كي تحاصل الصلاة المرتفعة للسماء دون واسطة الصلاة والدعاء لذلك الملثم الذي تواجد في المحراب يطلق بعض الدعوات مرابطا في محرابه كأنه من عهد صلاح الدين كأنه القادم من التاريخ يقول لنا بأن الصلاة المختلفة ليست ميتة وأن في الصلاة موت وأن بعض الصلاة إثم وأن بعض الصلاة فسق الذين يصلون على الأقل على اعتبة الأنظمة التي قبلت بالذل أولئك الخائرون أما ذاك الشاب غير المعروف وغير المسمى وغير المكنة الذي اصطف في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الكبلي يقرأ القرآن ثم لا يستطيع المواصلة لأن الغاز القادم من الويات المتحدة يعبر إليه يقد صدره يقد آياته ثم بعض منه يطلب ذات الغاز على الأقل في مواقعنا ليس مهما في الداخل وإنما على الأقل حدقوا في ذاك المقدسي الذي جاء من القدس أو من كفر كنة أو من عكة أو من الشمال أو من الجليل أو حتى من الضفة الغربي جاء كل احتلال فقط هنا نصلي نصلي صلاة المقاومة المقاومة الصامتة القادرة على تثبيت المكان بضاده وبإسلاميته وبعروبته واصطف في المكان الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا ثم بعضنا العربي على الأقل أراد لميري ريجف أن تصلي في مساجده دخلت المسجد عرية معرّاح ثم قالت باللغة الإماراتية المحسوبة على النظام وهنا لا أتحدث عن مواطنين العرب تحدثت على الأقل بأنها تملك فضاء العربي لكن على ما يبدو بأن العرب نسوا أن هنا حارس للبيدر والقدس وللمكان الذي لا يمكن أن تغيب عنه الشمس هنا المقدسي عندما يقول بأن الوطن لنا والصلاة لنا والمسجد لنا يصلي صلاة تدافع وتقاتل ثم تشتم الغاز ثم تبقى مواصلة في القراءة والتلاوة والدعاء هنا الدعاء الذي لا ينفك عن مظالم الناس هنا يدعو الله عز وجل في محرابه رغم وجعه للأم التي يمكن أن تكون قد قتلت وللأم التي قد صحلت وللبنت التي رابطت وللشباب الذي اختلف وتقهكر أحيانا لكن يعود يعود ويعود وينتصب هذا هو نموذج الشباب الذي قيل عنه بأنه نموذج يمكن أن يكون مخيفا ننتقل مشاهدين الكرام إلى صورة موجعة أخرى موجعة اسمعوا هذا الحوار الذي يديروا بالفيديو موسيقى ارتجافة على بوابات المسجد الأقصى ارتجافات وقراءة وصلوات تلمدية أتعلمون ماذا يقولون باللغة العبرية؟ صلاة العائد للمسجد صلاة العائد للمسجد لوطن يريد أن يكون له لمسجد يريد أن يكون له لمسجد قال عنه الهيكل أتدرون ما الهيكل؟ هو معبد على الأقل يريده الاحتلال مكان المسجد الأقصى تحت طبقاته أو في مصلاه أو في محرابه أو في مكان الخطبة فيه هنا يريد الاحتلال أن يسجل بأن العربية لا يشاهد الصور لا يشاهد المخطط لا يشاهد إمعان الاقتحامات الدائمة للمسجد الأقصى لا يريد أن يستفزكم في الماضي كان يفعل لكن اليوم يصدر لكم الصور من غير خوف يصدر لكم المشهد دون خوف ثم يستعرض رئيس حكومتهم فيقول بأننا نريد صلاة آمنة للمستوطنين في المسجد الأقصى ثم يتوعد جليك وبعض شخصيات الاحتلال بأننا قادمون بالألاف للصلاة في الهيكل له سموه عيكل له ونسوا بأن هذا مسجدنا هذا هو تاريخنا هذا هو حاضرنا هذا هو مكاننا أما الذين أرادوا أن يساندوا الاحتلال من الأعاريب الذين قالوا عن المسجد الأقصى بأنه يقع في مساحة بين السعودية واليمن هؤلاء نذكرهم فنقول بأن هذا المسجد له حراسه وله سندت سدنته وله شخصياته لكن العيب ليس فيكم العيب في أمة صمتت عنكم اليوم يعيش المسجد الأقصى في غربة ليست ككل الغربات تغرب الشمس حينا ويطل القمر أحيانا لكن يظل المقدسي وجها مشرقا في مدينة الكدس شاهدوا الأطفال نترك لكم هذه الصور شاهدوا واسمعوا هذا الحوار بين طفل يريد أن يؤكد على أن الكدس هوية ويستهزئ بالجنود فيتحدث عن حذاء يريد أن يلبسه للعدو الذي أراد أن يكون في المسجد الأقصى بصيغة القدسية الخاصة به يريد أن يشتري له حذاء يريد أن يعلمه بأن القدس على الأقل هي صاحبة المكان وصاحبة الزمان وهي التي تسرج الأحاديث بخصوصيتها أما الطفل الآخر فشاهدوا هؤلاء أطفال القدس الذين لا يخفونه ولا يرتعدونه ولا يموتون ولا يبحثون عن حماية بالمناسبة هؤلاء أطفال القدس الذين يعرفون كيف يحمون وطنهم ولا يبحثون عن علاقة مع الاحتلال تريد أن تحميهم من إيران وتحميهم من تركيا وتحميهم من أليزيا وتحميهم من بعض الدول التي هي تعيش في فضائنا العربي المتسعة أو تتعيش في مشركنا الإسلامي الكبير سجلوا بأن الاتفاقية خمسة زائد واحد على سبيل المثال والعلاقة مع الاحتلال والتطبيع وفتح السفارات لن تحمي دياركم اتكئوا على الفتى القدسي فإنه قد يحميكم اتكئوا على رجولته شاهدوا شاهدوا كيف يطالبوا على الأقل بكردل بلغتنا الفلسطينية الذي أخذه الاحتلال بعد أن جمع حجارة القدسي من داخل مسجده لا يفرط بحق ولو كان مقدارا هذا يعلم القيادات حتى الفلسطينية بأن المقدسي لا يتنازل لا يعرف التراجع لا يعرف الخيبة لا يعرف أيضا تصفيت الكلام هو لا يؤمن بكرسي الأمم المتحدة بالمناسبة الذي اعتبر نصرا وهو لا يعرف تفاصيل الحديث عن السياسة هو ليس مفاوضا بارعا وإنما هو عرف القدسة فعرف أن ذراتها لا يمكن الحديث عن تنازل منها لا بشرقيها ولا بغربيها ولا مساحات تنتظر في صفد ولا غيرها ويدرك بأن كل مساحة للوطن وحتى لو كانت لجمع القمامة مقدسة لديه ولا يفرط اسمعوا الحوار جيدا ودقكوا بإن الكرتل أما شباب القدس ينشدون نشيدهم اسمعوا نشيد البقاء اسمعوا احتفالاتهم شاهدوا الرواب الخاصة بهم شاهدوا احتفالاتهم شاهدوا مقاومتهم شاهدوا الكلمات عندما تنطلق بأن باكون اسمعواهم جيدا وحدقوا في وجوههم هؤلاء هم شباب القدس شباب القدس والداخل والضفة وكل مساحات الوطن هم يصنعون الرواب والهب خاصة بهم خاصة بوجعهم خاصة برؤيتهم يا شباب هذه القدس تعلمنا كيف يكون النشيد وكيف يكون الغناء وحتى كيف يكون إيقاع الرقص هم ينشدون ولكن يكونون للمحتل بسلمية ظاهرة غالبة بأن باكون بحضور غالب هم ينشدون الأرض بأن هذا شعب لا يموت لا ينحني باق على إيقاع وطن لا يمكن أن يهزم شاهدوهم جيدا ثم حدقوا في وجوههم اسمعوا صوت النشيد اسمعوا نغمة الصوت التي تطرب الآذان هم في فلكهم يسبحون بحمد ربهم يسجدون ثم يتلون تلاوتهم الخاصة بأننا بكون هذه فلسطين التي نعرف نعرف شبابها الذي لا يغادر نعرف شبابها الذي يفرح عندما يريد الفرح ويحزن عندما يكون الحزن لكنه يغني للعودة عندما يكون الوطن نعرف في أقصنا يأقصى وبصدر العالي بإيماني وسراري بأحمل أقصى العالي بأحمل كنيسة والجامح بصوتي بالشوارح أضوى من المدافع يا أقصى صامت عبوابك روحي في محرابات دمي يفضي اطرابات اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يعطوا يمنع العربي نخو طبع باعوا الأقصى باعوا حكام الهم العربية باعوا هالا القضية وبرحوا صوت الحرية يا صوت الشعب الهادر من تونس والجزائر للجزيه العربية الأقصى عنوان الوحدة والحزن والتحدي نادي أولي الحاملية نواصل مع آخر منصات الكدس اليوم مع ذاك القسم اسمعوه جيدا اسمعوه هذا الفيديو المتعلق بالقسم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قسم في بوابات القدس قسم على أسوارها قسم في مساحاتها قسم عند رؤوس نسائها قسم عند مواطن أطفالها قسم بأن باقون قسم بأنهم يواصلون يواصلون على ماذا؟ يواصلون حماية المسجد الأقصى حمايته التواجد فيه الصلاة فيه السجود فيه الركوع فيه احترام مقدسه البقاء وأنهم باقون هذا هو القسم المقدسي الذي لا يمكن أن يغادر شباب القدس يحضرون كلة هم صحيح مبعثرون صحيح موجوعون صحيح متألمون صحيح لكنهم هم الشامة البقية فينا العمامة التي نتكي عليها هم الطهر الخالد فينا يبكون يتوجعون يحاصرون في اقتصادهم تهدم بيوتهم يحاولون بعض سرقة بيوتهم يتأمر تتأمر بعض الدول عليهم بتصريب عقاراتهم تدفع أموال العرب من أجل سرقة بعض بيوتهم سجلوا على ذلك المارقي في عالم العرب بأنه دفع أموالا لمشاريع في داخل القدس لتوطين المستوطنين ثم هنا يبقى المقدسي واقفا مصلي يقسم على ربه بأن لا يغادر يقسم على ربه بأنه لن يغادر هذا هو المقدسي الذي نعرف هذا هو الفلسطيني الذي نعرف الذي يحضر في حديث مستفز لكن في مساحات الاستفزاز بوصلة من حرف شهدنا في الضفة وشهدنا في واقع مختلفة بأن الاستفزاز الداخلي عندما تتحول وتنحرف البوصلة يصبح غاضبا على الفلسطيني يصبح غاضبا على صورنا على نسائنا على رجالنا تصبح دائرة الانحرافة موجودة توحدوا على قدسكم وانسوا خلافاتكم وانسوا دبساتكم التي يمكن أن تحاصر النساء انسوا تلك الصور التي نسختموها ثم حولتم المرأة الفلسطينية إلى عاكر انسوا الراقصين على الأقل الذين ظن البعض أنهم قد انحرفوا سيعودون يوما سيعودون ويتذكرون بأن مساحة القدس يبوصلتهم سيصححون انسوا يا عالم العرب بأن العربية يقتل العربية في فضاءات من الاتساح انسوا وسجلوا بأن العربية في الشام هو عربي منا لا يجوز له أن يبوت سجلوا في الشام بأن الفلسطينية عاشت فيها حرة واتقد احتضنتموها يجعنا ما يجري في الشام ما يجري في ليبيا العروب التي كانت يوما تنتصر دائما للكدس وحدوا صفكم يا عرب اجتمعوا يا عرب اليمني الأصيل والعربي القادر ليس مهما إلى أي فئة تلتقي أو أي الفئة تكون المهم أن تكون عربيا تغضب عندما تحتاجك الأمة للغضب الغضب العربي ليس مهما أن يقاتل المهم أن يستشعر أن هناك قضايا له في المسلمات يجب أن تظل حاضر في فضاء العرب سادة حدثت المذبحة والمجزرة وحدثت الوجع ثم الأعداء يتربصون بنا يقصفون في الوطن العربي والإسلامي يحاصرون يهدمون ثم يسيطرون على الثروات تريلونات من النقود قد سرقت ومن المعادن قد نهبت ومن فياف القرض قد أخذت ثم عندما يكون الحديث عن فضاء انتصار العرب يغيب العرب متابعين الكرام قال أحدهم لا تستفزوا استفزوا فإن في الوطن ما يستفز لن نرحم أحدا كما قال أحدهم فالرحمة واجبة للجميع اصنعوا جسدية واحدة فإن فلسطين لا تغيب إلى لقاء